اه يعني انا كفرت بالله خمسين سنة فقط اللي انا عشته فكيف يحكم علي بالخلود في النار الخلود لانك انت لو عشت تريليون سنة لن تؤمن يعني انت مدت على هذا وانت ثم انت دلوقتي الكافر كافر بالله وكافر بالجنة وبالنار بكله اذا انت كيف تطمع في الرحمة كيف تطمع في الجنة وانت اصلا مش معترف لا بالاله الرحيم ولا بجنته ولا بنار ولا بشيء فهنا شو انا قلت مرة كلمة العقاب يوم القيامة على القصود المستكنة في النفس القصود المستكنة القصد ايه النية ايه انت نيتك انك انت يعني هتؤمن كان عندك قصد للإيمان الشيخ محمد عبده يرى ان قوله تعالى فمن يعمل مثقال ظرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ظرة شرا يرى يقول لهذا ينطبق حتى على الكافر ينطبق حتى على الكافر منين قال هذا الاخذا من العموم من يعمل مثقال ظرة خيرا يرى المسلمين أو المؤمنين فأخذ بهذا العموم ويرى أنه الإنسان غير المؤمن إذا عمل خيرا في الدنيا فسوف يرى خيرا في الآخرة وإذا عمل شرا في الدنيا سوف يرى شرا في الآخرة بكلام محمد عبدو إن حلت المشكلة طيب